طيب سريعا جدا وقبل ما ادخل في الصحافة العالمية خليني اقول له حضرتكم انه الكاف قرر بالفعل انه بداية من دور المجموعات في بطولة امم افريقيا اللي جايها يتم تطبيق تقنية الفار وده خبر الى حد كبير طبعا هيكون مريح لكل المنتخبات المشاركة احنا عارفين طبعا انه واحد من اهم نقاط ضعف منظومة الكرة في افريقيا هالتحكيم للأسف شديد كان ليه اثار سيئة وكان ليه تأثير مباشر على نتائج كتير من المباريات وخصوصا في البطولات المجمعة لزي بطولة امم افريقيا اعتقد ان الفار بشكل كبير جدا هيسهل ويريح مهمة حكام البطولة ان شاء الله